بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحتين 75-76 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الأول ابتدائي تقديم الأعداد من 21 إلى 50 تقديم الأعداد من 21 إلى 50 إذا نلاحظ هذا المثال كم لدينا من قديب هناك قديبين يعني اتنان كم من قرص ثلاثة اقراص اذا هنا القديبين يعني اتنان عشرات لانه كل قديب يحتوي على عشرة عشرة و عشرة يعني عشرون يعني اثنان عشرات هي عشرون و تلاتة و حدات يشترون زائد ثلاثة يساوي ثلاثة وعشرون إذن نعد الأقراص واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة أقراص ونعد القطبان واحد اثنان ثلاثة إذن يعني ثلاث قطبان يعني ثلاثون زائد اربع وحدات ثلاثون زائد اربعة نكتب العدد بالحروف اربعة وثلاثون نعد الأقراص واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة وحدات واحد اثنان ثلاثة اربعة اربعة قطبان يعني اربع عشرات اربعون زائد ستة إذن ستة واربعون اكتبوا الاعداد الممثلة الآن من نسبة للوحدات الصفر عشرات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة وحدات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة عشرات واحد اثنان ثلاثة وحدات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة عشرات واحد اثنان تلاتة اربعة. اكمل تمثيل الاعداد. وحدات صفر عشرات خمسة واحد اثنان تلاتة اربعة. خمسة سبعة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثلاثة عشرات اربع وحدات. اكتبوا الاعداد المناسبة في البطاقات ثم اكمل التفكيك. اذا عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون تلاتة وعشرون اربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون تمانية وعشرون تسعة وعشرون تلاتون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون تلاتة وتلاتة اربعة وتلاتة خمسة وتلاتون ستة وتلاتون سبعة وتلاتون تمانية وتلاتون تسعة وتلاتون. اربعون واحد واربعون اتنان واربعون تلاتة واربعون. اربعة واربعون. خمسة واربعون ستة واربعون. سبعة واربعون. ثمانية واربعون. اذا خمسة وعشرون تساوي عشرون زائد خمسة فككنا هذا العدد. هنا واحد وتلاتون تلاتون زائد واحد ستة وتلاتون تلاتون زائد ستة تسعة وتلاتون تلاتون زائد تسعة تلاتة واربعون اربعون زائد ثلاثة تمانية واربعون اربعون زائد ثمانية معجمي ثلاثون ثلاثون أربعون أربعون خمسون خمسون ألاحظ وأكمل إذا لدينا اثنان وحدات واحد اثنان ثلاثة واربعة砂شرة اثنائي واربعون اثناني واربعون إذا لوحدات اثناني عشرة اربعة اربعون زائد اتناني. اربعون زائد اتنان يساوي اتناني واربعا. هنا لدينا آآ تلاتون زائد تسعة. يعني تلاتون زائد تسعة. يعني وحدات تسعة. آآ عشرات تلاتة. إذن لدينا الوحدات تسعة. واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تلات عشرات واحد اتنان تلاتة. اذا تسعة تلاتة. نكتب العدد بالحروف تسعة وتلاتون. اولون ارقام الاعداد حسب التوجيه. الوحدات باللون الوردي العشرات باللون الاخضر. اذا هذه الاعداد سوف نلون رقم وحداتها باللون الوردي ورقم العشرات باللون الأخضر ثم ننلون رقم العشرات بالأخضر أصل كل عدد بالذي يليه يعني ما معنى العدد الذي يليه مثلا العدد خمسة العدد الذي يليه ستة العدد سبعة العدد الذي يليه تمانية أننا نضيف واحد إذن تسعة وثلاثون إذن ما هو العدد الذي يليه سبعة وعشرون أربعون خمسون وعشرون تسعة وتلاتون زائد واحد يسوي اربع يعني العدد اللاذي يلي هو عشرة تسعة وتربعون العدد الذي يلي هو خمسون. ولاحظوا الرموز ثم اكتبوا الاعداد المطلوبة بالارقام والحروف. إذن نلاحظ هذه الرموز إذن لدينا هذه الرموز فيها أعداد إذن سوف نكتب عدد كل رمز إذن مثلا هذا القرص الأزرق القرص الأزرق يحمل رقم تسعة إذن أكتبوا تسعة بل هنا تسعة المربع الأخضر المربع الأخضر يحمل أربعة أكتبوا أربعة إذن العدد تسعة واربعون أكتبوه بالحروف تسعة وأربعون هنا القرص الوردي يحمل الرقم تمانية الزرق الزرق تحمل ثلاثة إذن العدد تمانية وتلاتون ثمانية وتلاتون وتلاتون الزهرة الزرق ثلاثة الزهرة البرتقالية تحمل العدد اتنان إذن ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون المربع الوردي يحمل خمسة مربع الأخضر يحمل أربعة خمسة وأربعة القرص الأخضر يحمل سبعة الزهرة البرتقالية تحمل اتنان ثلاثة وعشرون ارتكبت عائشة أخطاء في كتابة الأعداد بالأرقام إذن الأخطاء موجودة بالأعداد المكتوبة بالأرقام أحددها وأصحلها ثلاثة وأربعون إذن ثلاثة وأربعون خطأ لأن هذا الصفر فهو زائد إذن ثلاثة وأربعون تسعة وعشرون تسعة وعشرون كذلك مكتوبة كتابة خاطئة خمسون كتبت يعني كتابة خاطئة الصفر على اليمين سبعة وثلاثون كذلك كتابة خاطئة أكملوا ملء الجدولي إذن هنا أعداد تتكونوا من رقمين وهنا رقم الوحدات عدد الوحدات رقم العشرات عدد العشرات إذن بالنسبة للعدد الأول ثلاثة وعشرون رقم الوحدات ثلاثة عدد الوحدات ثلاثة وعشرون رقم العشرات اثنان عدد العشرات اثنان خمسون رقم الوحدات صفر عدد الوحدات خمسون رقم العشرات خمسة عدد العشرات خمسة ثمانية وأربعون رقم الوحدات ثمانية عدد الوحدات ثمانية واربعون رقم العشرات أربعة عدد العشرات أربعة تسعة وثلاثون رقم الوحدات تسعة عدد الوحدات تسعة وثلاثون رقم العشرات ثلاثة عدد العشرات ثلاثة واحد وعشرون رقم الوحدات واحد عدد الوحدات واحد وعشرون رقم العشرات اتنان. عدد العشرات اتنان. اصل. خمسة واربعون. خمسة واربعون. اذا خمسة وحدات. واربعة عشرة. اذا سوف ابحث عن خمس وحدات. واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة واحد اتنان ثلاثة. اذا خمس وحدات. هنا اربع عشرات. واحد اتنان ثلاثة اربعة. اذا خمسة واربعون سوف اصلها بهذا الرسم. اذا خمسة واربعون خمس وحدات. اربع عشرات. هنا كتبت بالارقام خمسة واربعون. وهنا العدد مكتوب بالحروف خمسة واربعون. اذا ثلاثة وعشرون. تلاتة وعشرون. تلات وحدات اتنان عشرات. ثلاث وحدات اتنان عشرات. اذا سوف نصل اتنان اذا سوف نصل ثلاثة وعشرون بهذه البقرة. هنا نبحث عن ثلاثة وعشرين. اذا عشرون زائد ثلاثة العدد مفكك. اذا خمسة واربعون. خمسة واربعون. اربعون زائد خمسة. اذا العدد كتب بالارقام. العدد مكتوب بالحروف. وانا العدد مفكك. بالنسبة لثلاثة وعشرون كذلك العدد مكتوب بالارقام. مفكك ومكتوب بالحروف. وبهذا نكون قد انهينا درسنا هذا. والى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.